الجزائري عندما يهاجر من بلاده هو مشروع الإنسان يخدم عليه وهو قرار قاطع وقرار لا رجعتها في أحيانا خاصة نحن الجزائريين نحن نتعلم أنهم لا يزوجون بوحدة لكي يقومون بابيولا لا نستطيع أن نكتب على الأولاد لا سؤال هذا يشكل ضغط كبير راهب على أي إنسان يطرحوه هنا في الغربة وشك داير فيها شيكي أكثر ترجعك عشو سنين عادة قلنا نجوز كما تنوم الحشاء لا تشك داير فيها كنت كاري في ستوديو في الليلة أنا راقد بعد نسمع في حاجات تتسحى في الخبز أنا كي شاعة الفلاش هكذا يوقف في أحد الفار يبدأ يدير لي هكذا بيدو شاو يتوضع شو معتا أنا نعايش مع فاردة خدار شايف سلام معكم جمال رأيزان داتر تاهاد البودكاست سيكون همزة توصل بين جالية جزائرية في الخارج خصوصا فرنسا وبين الزلجيريان في الجزائر سيكونوا بازية على الناس وش عايشة تجربة هنا كيف هش جوزت صعوبة لجوز هالواحد كي يغترب وشي بارتاج هدل الإكسبرينيانس مع المغتربين جدد في نفس الوقت كسوصوا بش ميت أحوش فليمه بروبلم ولا بشي بيين لهم طريق اللي بالك ما كانت بيينه إن شاء الله نجيبوا ليروتورد الإكسبرينيانس ليتفيد وتعاون الناس المغتربين ومكسيمون بوصيب إن شاء الله صفاء بورتي بلاند فالور ييفيتي هدل الإكبر عدد ممكن من الناس إن شاء الله صفاء بلاند لاندن حياتي هدل الإكبر حياتي هدل الإكبر سمع مرحبا بك مرحبا بك لدينا سم في بلازير كيف حتى كيف حتى رأنا اليوم كيف حتى رأنا اليوم كيف حتى رأنا اليوم ماشي زعمة شطارة ولا شوال فجأة أنا كدر سودان موقيت روحي هنا سنسرمو شوال اكتعف شوال واحد كي يخرج من بلاد عنده الظروف خرج منها والآخير ايا قيت روحي هنا ايا سافي ديزاني دخلت لباري برمية فا احكيتك خطار و تكريشت فبون نوف ستي موات جنفير ستي تريست مدينة كائبة حرفيا مدينة كانت كائبة جدا الغاشي كان يزرب يجري مشي يزرب في الطريق برد شجر ما في محتوى ورقة خضرة بزي تشوف لاسان اسمه قري توتي قري ايا شو بدي وشان يدير هنا شوف كين تفكرها اشوالك شوال سامي نغف شوية شوال نزعف وذي كل الوقت ايا نلقيت روحي هنا بلا كانوا عندي ديراف نو السنسا مو كانوا كينين ديراف مادمع الوقت هدو ديراف تبدلو باسكو لو حاجة يومية عادية عادنا لحنا اي فالا عراني هنا بان بان سبار سبار مدى ببريزنتاسيون وساما بوانا كونتاكتيتك في انستغرام بسكوش لي فيديو توهاك في فيسبوك وكامل شاكفو تحكم سيجي تبرزنتيه و تارتيكوليه كم يقول لك سمات تمدو بطريقة باسيطة 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 مبنية طريقة مفهومة كما يقول لك سيصا و سيصا شكت نحوس على بنادم يعرف إكسبريمي و إكسبريمي يزيد تعوي يهضر على إيدي و يبسطها سيصا اي جيكو وفت و ساما و ساما جزائر جزائر موضة جزائر موضة جزائر يا أخو سناعة المحتوى و لا تقدر تقول زيما دي فيديو مثل ما شو حصاني محتوى كإنسان يبرتجي يزيدي ولا زيما يعالج بعض الظواهر السلوية في المجتمع بدأت بشكل يعني مشي زيما محمد الله بشكل لتلقائي كده كان قروب بتاع أصحابي كنا نقصر و قال لك أنت تهضر بزاف علش ما تفرغش الانرجي تاعك زي دا هديك فيديو دير نس كاملا يدي نس كاملا يدي دير آيا بدأت ندير الفيديو اللي والاني كان في تيك تو قص أم مليون دي آوي صحبا كمان نقدر نقدر نبارتع شي بعد بشوية بشوية و سافية تعرف كنت تبايد على للاسوسيتي عندك بزاف معرفش سافية ديزاني نامح بتش البلاد تولي تحسرك بل انت شوية يزولي للاسوسيتي ما لابقلكش مكي جات تريزو سوسيو هدايا قدرنا نشوف المجتمع و قدرنا نعيش و شمعيشين هما تسمع بيها اليوم تسمع بيها اليوم تسمع بيها زعمة مدة طويلة بدنا نعنجو بواحدة الظواهر السلبية في المجتمع اللي هي ضواهر عادية أحيانا تشوف باللي ضاهرة لأننا متعيشين معها لكن هي كنت بعد على الإيمان تشوف باللي لا هذا مشكل هدايا فتبنيه بناء منهجي البناء المنهجي هو تسلسل في طرح الأفكار البساطة في الألفاظ تبدأ بمقدمة عرض و خاتمة هدي أمور كامل قرناها هذا في البريمار والأقرناها حتى في الجامعة في الميتو دولوجي منهجية البحث العلمي و كده فبطريقة تقدر تقول أكاديمية لكنها مبساطة للناس كامل فتعالجها كان هداول كونسب تعلو المحتوى التعي اي با فسكو هي لدي تلقاها كيف تلحق تلحق الميساج تلحق أنا في رأسي مثلا أنا إنسان عندي شركة شركة فتحة بوست دعمها في التسويق في مركويتين من المتوقع يجيني ألف إنسان يحوط سي فيتاو ألف إنسان هذا قرأ في دالي براهم مثلا كامل نقرأ في نفس الجامعة والأقل لديهم نفس المعارف الأكاديمية كامل القاريين كامل متخرجين ما شاء الله الله يبارك ضاكيستو هي وشنو هي الحاجة اللي تميزك إنتاج أمال عن الباقي باش نخيرك في هذا البوست بعد عن معرفة وبابة وكده لكن من ناحية التقنية كده وشنو هي الحاجة اللي تخيرني اللي تخليني نخير جمال على الألف هديك وكسيصال اللي تخلق الفارق هو الحاجة اللي تميزك عن الباقي وكسوجي مثالت تقريبا نلقى بزاف ناس يتريتي ومام سوجي التاع نلقى واحد عنده مليون في السوجات وانا عندي خمسالاف نعرف باللي أنا ما كانت طريقة تاعي هي الأمثل حتى يختارها الناس بهذا الفكرة نعم وهذه الفكرة يعني معلومة يستعملوها حتى الناس لم يحب يمشيوا في الحياة العملية ويقول لك أنا حطيت CV أعرف اللي CV تاعك وتاع الناس اللي حطيتهم الألف كيف كيف لك انت لازم تخلق التمييز اللي يخلي الناس تختارك بذلك التمييز أما المعالف العلمية كلناس يتقرأ في الجميع سيفرس كيف سبار قبل مرحب وشنو هو سجيت البودكاست هذا أصلا علاش نبدأ ولا ديسكيسيون بلين شوية حكينا على أنا وش ندير كاسنا محتوى وشنبسطو لالناس وشنو هذا البودكاست بشن تستوعب شوية وشنختصر عليهم ما حشي كون بودكاست طوي ربعين دقيقة ماكسيمون سو جي هذا بفتاة راح أمبرتاج لأم الإكسبرينيس بخصونا تائه هنا في فرنسا في الغربة من هذا الجوانب جانب المادي جانب النفسي جانب الاجتماعي جانب الديني الجانب التقافي والإنديماجي مع الله سوسيتي فرنسا وشنو هو الإنديماجي هذه خمس محاول نظر هي جد مهمة لأي إنسان يأتي هنا هنا في فرنسا سنتكلم ماشي كإيتشوديون هنا وقراءة ولا مثلا سنتكلم كإنسان مواطن جزائري ليقدر يساعد إيتشوديون بوسكو هما بزاف ميجو هنا يقدر يساعد حتى الإنسان يساعد مثلا الحراقة مثلا أي إنسان مهاجف في فرنسا هنا يقدر يساعد معني بالخبرات على العين منه أي حاجة راح نقولها هنا هي تمثلي أنا شخصيا ما تمثلي البودكاست ما تمثلي أنا شخصيا أعيزي القول أنا تحمل مسؤوليتها دفور الكاميرا قلت لك الله درني أرفق لي همزة وصل بش يكون الإكسبرينس تاك همزة وصل بينك نتازع ما وحنا الجالية اللي رأي هنا بينتنا بس كسيفري كما أنش كمينات صحيحة هنا في فرنسا سي بزار سي بزار سي بزار رمالما تكون كينا نعم وبينا كمينات يعني في تزاير ولي رأي حابين يطلعوه كامل نعم بودكاست يحرد على هجرة الأدماغة أو لا سي جيست مدلي كونسيل للناس اللي رأي هنا والناس اللي ديجا ديسيد وبش يطلعوه ما من الهجرة كقرار هو يجعل قرار شخصي أنا إنسان ما رأي نظر له هجرة وما رأي نش معها وما شجحت الإنسان يهاجر وما نقول له ما تهاجر اسم الله سهل لأنه قرار شخصي مع العلم ابتداء نسي مقبل ما ندخله في أي سو جي لازم نفهمه باللي قضية الهجرة تبقى قضية شخصية إنسان اختارها في الحياة تتاعوك ما تخير تشرب خير تأكل خير تتهاجر المهاجر ليس بالضرورة على أنه إنسان كره من البلاد ولا تسخط من البلاد كان إنسان لا بس به وحب يهاجر نعم نفس الشيء لازم نستوعبه بأن الإنسان اللي هاجر من البلاد ليس هو يكرهها لا ما يكرهاش هو مكاش البلاد خرج منها عادي طريقة اللي هاجر بها هاديك حاجة يحدو خرام يتكلمو فيها الإختصاص نحن نتكلمو على المهاجرين هنا على باقي باللي حنا ناس بزاف احنا غاشي احنا أكبر جالية هنا في فرنسا اللي يكون في عالمك الله غاشي احنا أكبر جالية نعم وانهالي يصراكاش مشكل داخل السوسيتي فرنسا سببها المهاجرين أول من يتعارض للضغط هم المهاجر الجزائري مهما كان المستوى التاعو مهما كان العامل التاعو مهما كان المنصب التاعو رح يشعر باللي هو مستهدف من هذا الكلام وأي كلمة لازي تخنجي هذي لازي تخنجي هذي اللي هنا في فرنسا توجور نحسب إحنا لولاني رانافيزي احنا لولاني مقصودين بسبب أن الجالية تاعنا كبيرة لكنها غير منظمة مطلقا سيفر الشيء التالي اللي قلت لنتها هو الصورة الوهمية اللي يتصورها المواطن الجزائري ولا الشعب الجزائري على الهنجرة وعلى هوروبا كده نعم نقطة مهمة نقطة مهمة اللي قذب هنا يلعب ديس نظرة وهمية كما يقولك تاع واحد قبل ما يجي له نبات خلاص إنفو يجي الحق كلش سهل سهد لقوان سيدخل فيه صدنا تضحك لا سيدخل فيه بسكو كامل جزنا عليها كامل جزنا عليها اللي أنا سميهم باعة الوهم على الطروقات وعلى هي الحكاية نفهمو بليل هجرة مراهيش محلوا صدفة فجأة هكذا لقيت روحي مهاجر هي صحة نصراتي صدفة الهجرة ليست محلوا صدفة هو مشروع الإنسان يخدم عليه هو قرار دي سي سيف كيفش يقوله قرار قاطع وقرار لا رجعتها في أحيانا خاصة نحن الجزائريين تفت خوج من البلاد تعود تولي اه ولا بتدخيك دال هدران شي سهلا ما شي سهلا حبيت لك كرة هذه اعتبارات نجم نديرها باش تعود تولي لزير بروجي سيبا بينسوك بروجي سوكتولي في الانستاليت ولقيت بني انتأي إنسان تقدر تتعايش مع الاسسوسيتي بما يحفظ الكرام الإنسانية بتاعك وهذا أول شي احنا حسينا هنا فهو شيء كبير أنك تعود ترجع فأولا لابد على أي إنسان ينوي الهجرة مثلا لازم يبني واحد الفكرة في رأسه أنه ما كان حتى فرق بين المجتمعات وبين الإنسان عموما في كل مجتمع كاي يسو اللي ما يسواش المليح والخايب بارتو كشايف فيه الفقر كايين فقراء وكايين أغنية حين جلالنا تقول كيفاش أنا مهاجر خير من واحد ولد هنا في فرنسا وهي أرزاق السماء الله تعالى هذا ابتداء الشيء الثاني اللي لازم يعتقد المواطن الجزائري أنه أغلب ما ينشر في الريزوسوسيو حول أوروبا وحول الغربة هو كذب كيما واش نعم هو كذب مثلا ما بيش لا نقدر نحضر عنه في كل أرياح وكايين إنسان معنا بليش هو وش راه يخمم لما يدير فيديو يقولون علمك فش تدراغي وحدة هي من قلت لك باليراني أنا نشوفهم علمنا نتبعهم قلت لك باليراني دي كونيكسي بزاف هازم جوستامو أنا أرجعك شوية الواقع تلقاه جزائري يقولون علمك فش تدراغي وحدة شوف بعيدا على أنه هذا قلة أدب هنا هنا في فرنسا هنا هنا في أوروبا جنيران بشان سيتي كامتش بشان سيتي بشان بولدان فيه سوء أدب وفيه تعدي على كرامة المواطن الجزائري أنه ولا الجزائري يجل هنا يشرب لديه عنده درجة دونية طبقة دونية على باقي الناس الحلم التاعه هو يتزوج بإكس و لائق جزائري لما يهاجر من بلاده كواكسي سوى اللامانياغ نجا بيها هو إنسان يحمل مشروع يحمل أحلام يحمل آمال يحمل عائلة في ظهره يحقق الأحلام الحلم التاعه ما روش يتزوج بوحدة باش تدلو لي بابيو ولا ولا زعمة مثلا فيروجولوا لوحد الصورة على أنه الناس سهلة وتقدر تعيش يفاصل تلقى الخدمة وسيفاصل تسكون وسيفاصل تشيري واتشو وهذا وكيف شجول لحنا هذا إذا ما يروجه أنا هذين ما فهمتاش كيفاش أنت تقدر توصل تقول إنسان هنا تقدر تلقى خدمة فاسيل تقدر تشيري سيارة في عامك الأول تقدر تدير تشيري دار في خمسة سنين تقدر تدير تقدر تدير تقدر تدير سيبرو بز بز بيانسور يقدب الكذيب كذيب لإطارة الحماس لا تقول أنه لا يمكن سيب لا تقول أنه سيفاصل سوف الناس الناس تميلوا لمن يبسط له الأمور الناس دائما تميل لحاجة سهلة حاجة صعبة ما تحبهاش خاصة أنحنا جيد تربينا على عدم تبني الأراء وعدم تحمل المسؤوليات تانا في توقع كي يجي لهنا مثلا هو يحب هذيك الربح السريع خاصة الجيل تانا وهذا أمر مشروعة هو سيبوسيبل أنا نشفاروحي كي يجي تانا وكيف شراني سعيانا فاغ ما كان حتى علاقة بالعكس الحمد لله حتى الأحلام ليكون دائرهم الطموحة ليكون دائرهم الآن وراني شوال بعادة لأحلام تعيب ألاس سنوات الضوئية فالحمد لله حلوك نحمد ربي على القادر اللي اعطاه وريربي بس أنا ما قدش نكتب عن أولاد الناس وقولهم سهلة آه نو أنا السكنة لك عبك باش تلقى السكنة لها وشفت شعال تقعد الدور بزير أورو في الجيب وشت شعال صعيبة وشت شعال صعيبة وشت الخدمة شعال صعيبة وشت المعاملة الاجتماعية لها شعال صعيبة وشت بزاف ناس تزوجوا لها وصروا لهم مشاكل كبار شف لأنه أنا عندي قاعدة في حياتك ما تربط الحالة العاطفية تاعك مع الحالة الاجتماعية ما كان حتى علاقة أنا ما قدش نزوج بوحدة باش بارك نسوي الوضعية التاعية مثلا لها ولا باش بارك أنا نلقى مخروج ايهم بعد ومبعد الحالة العاطفية راح تمرمتك إلا كنت انتا إنسان ماشي مستقر نفسيا وعاطفيا ما حتقدر تدير والو لا كين يا أنا بري أبي خلصات لا هو الكذب الكذب الهناس سريع جدا اهنا شوف خاصة هناك الناس هكما يجيز اكتر مما تتصور نعم اكتر مما تتصور هما نوعان هو إما ناس يبيع الوهم ويكذب على الفرد هو رابح لكن تتبعوا الناس عندما ترى هذا إنسان رو يبهر فيهم فيتبعونا وليأنه يبسط يسهل لهم هذه الأمور ويتبعوه ويطلع الكون تتاعوه ورأو دير لكن فينا المو سيصال لكيستي هو ماذا بعد وماذا بعد ما عندوش إيجابة ماذا بعد ماذا بعد كباب لأنه مع البالي كون الببلي وش فماذا نتبع البربل هي ك كي يبسط هاد التاراجة سبعين بن مية صارت لهم هكذا سبعين بن مية يقول لك ما كنتش على بللي باري أبضلومة هكذا كما هدوك لزنتربيو تلقى الحراغة بلراك كاي اللي يقول لك ايه كاي اللي يقول لك أنا ما كنتش على بللي وكان حسب لي هكا وكان حسب لي هكا هيا 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 كاي النوعان شوف كاي الناس تدير هكذا بش يبين بلي هو عايش لبس به مثل زمان أنا نظر مع أصحابي تاك في فرنسا شوال أنا نحشم باش نقول لهم لا الدوارة هي عندي يومين ونظر في البيتزا تا مجمدة كونجلي تا كارفور كونت سنتين واحد الوقت هاي غلاط دوك دوك اغلاط دوك اي دوزوغ أنا شوالك كونت سنتين ونظر في عاك داك باش يقولوا سمان ترح لفرنسا باش تاكول عبساء كونجلي مينو أنا هنا نبني فيروحي والله أنا من دواله تسماهو شي دير كوني شطح لك مسمى اكزاكتو والناس في البلد تتصور هذا التصور أنه تماكن دراهم أمم يترامو هذي بل أن أممو هذي لماش تنحات على كل حال لكن بقات بعض الأطار ولا راحوا ديباسا وها راحوا الأشياء أبعد من ذلك فأنا نضطر أنه نقدب على أصحابي نقولهم نهاية وانا كنت شوف نرقد في ستة يونيفرسيتات ستة يونيفرسيتات لا يمكن أن تكون نعم نعم تبال دراهم تبال دراهم نعم ما نعم كما تفعلها كما تفعلها كما تفعلها كما تفعلها بانتها على كل حاجة جميعا أصحابي كانوا عندي أصحابي أصحابي كنت نقصر معهم وكان على أمامهم كلش رابحوا أحمد شوال على أمامهم كامل ليستواكفة بداية وعلى أمامهم غاوش كاين وش مكاش لا يكشف مكاشوش نخبي في نفس الوقت فهمت بلين الناس راهيت معنينك بهذا الشي بلينتا ما عندكش الحق ولازم تبينهم بلينتا بلينتا كعيش مليح طوك أنا ما كذبت هديهم وما بينش بليني عايش مليح وفي نفس الوقت بعت ما بينش وش كاين ما كانش لا بعت سيت كيفش نبني روحي نطلع روحي ومبادة تكشف بليني كانوا ناس معنا يحوسوا بطريقة معينة حتى يبهروا الناس في البلاد واشا وعايش ويراولا بس بي ويا بساطة خاصة قضية الأشياء تصدم بالدين ولا الحارب وكذا هي ما فهمتش علاش انت تضطر نفسك تدي الأشياء انت ما كش حبها بش بلينتا مزكارة ولا غير اي بد اخري شوف هي شوف الانتقال من الواقع الى تحقيق الاحلام بينتهم كانوا احد الخط رفيع جدا يسموه الوهم لو كان اتطح فيه ماش تخرج منه في حالة انتقالك من واقعك الى تحقيق احلامك اياك انك اتطح في الوهم اذلك اغلب الناس يخلقون وهم يعيشوه يرويجون لانفسهم واحد الحياة وما هم مش عايشينها صح والسكوة اللي في نيغاتف الوهم هذا صح انها دروع الناس لانطلعين في هذه لغال موك تاو الاتيوديون ولا حجي كما القرأت سي كوال الانباك تا هاد الوهم تاو هاد الوينجاو كم يقول كي استضم بالواقع ما يلقى بلي صناريان افوار يلقى روح يجري منه معلي بابي يجري بش حوز خدمة يجري بش حوز سكنة يجري ممتعك يحبس في الفيزا جدا نمتعون وهي مبادلتك ماشي الفيزا اللي صعيبة ماشي هادك صعيبة ماشي الفيزا ما بعد الفيزا هي بصح البريبارات يحبس تم بادي يقول لك باتبان بات ربي سهل ان شاء الله لا غالب شوف لا غالب الوهم الواقع هو الجزائر والحلم هو سيتيوياسيون مليحة في فرنسا ولا في أوروبا عموما الوهم هو اللي يطيح وفيه أغلب اللي يجول لهنا الوهم وش يخلك يخلك تخلق حياة انتا ما عاركش عايشها كما قولوا ماكش قادلة تشبب باتينيغ تبا كابل باش تعيش هذيك الحياة خالقها في ريزو سوسيو انا مثلا عندي حيسافي ستين ألف وآحد قادر نطلعون وصحت تلتمية ألاف نصف مليون مليون غرب الوهم وراني في بلاسة الفلانية وعرضوني ونضروح البلاسة الفلانية فهو نخلق وحد الوهم خلقت حياة وهمية فتستضم في يوم ما بالواقع يجي وحد النهار تستضم بالواقع لأنك كبرت الناس اللي كانت تخدم في الواقع التاحة حققت الحلم لك حب تعيش وانتا ما زالك تعيش في حلم لم تستطعين تحقيقه فتستضم بالواقع والاستيضام بالواقع رح يسبب لك شيئان إما أنك تعود ترجع للواقع اللي كنت تعيش فيه وتعود تسجم روحك وإما تبقى في الوهم ولما تبقى في الوهم هتخسر كل شيء انتا إنسانك عايش في الوهم هذي هي لازم تتقبلها النصيحة اللي زعمة أنا نقدر نقولها لك هو أي إنسان يتعرض يحب يبان وحب يدلوا كرات انتا إنسان تحب تبان بليك عايش لا بس بيك لكن غير خطك من العقلية تعاولت حومتنا بزيرين منا غيرين منا واذاك الغنات تعرى اللي حبو يسمعوه وشرة وكذا ولا واحد موسامع بيك كنت من الملاير إنسان هذا في الكون تقدر تعيش إنسان مجهول تقدر تعيش إنسان مجهول وش تدير عيش الواقع الإنسان اللي تصل للطريق ويحب يفن في حياتك عادي عزله بطريقة يعني سلمية سلمية انتا ما كان مدخلك في حياتي انت لازم تتقبل الواقع بين انت إنسان تبني حياتك أنا كنت إنسان من عائلة يعني بسيطة ميسورة الحال مش هذيك العائلة ثارية ولا هذيك العائلة يعني اللي كانت أتابس ما كل ما يبدأ يتقرب نهاية الشهر تبدأ الظلط وتفرعين تبدأ الدعوة تتزير وهذه كامل جزناها والجزائرين كلهم جزواء خاصة زيما احنا شباب التسعينات كلها جزهاك تتدعوة بزيب شوية مزيرة في بداية الألفينات وحتى أني حتى الألفين وعشرة كده وما زي نحتل الآن الناس تعاني من الفقر فلما فهي قضية عشرين دقيقة غيرت لحياتي يعني رأسنا العاقب فكنت قادر أنا مثلا في هذه المرحلة أنه ما نبنيش حيات يعني حبها نايا ما نبنيش حياتي لا نكب على حياتي ما نهتمش بحياتي ما نتقوقعش كما نقوله على حياتي ونبنيها نعيش الوهم بحكم أنه أنا كنت عايش في فقر نبين لناس ولا تحومتي ولا لفامي التعيب اللي نصيبوه أنا نهربت من الفقر أن يعيش لبس بي من نو جوز كاكو إن شاء الله حنا نبقى نديرها نكدب عليهم ما نكدبش عليهم ما نكدبش عليهم ما نكدبش عليهم فالناس فأنا بنيت حاولت أنه نبني حياتي بشكل بشيء من الواقع لا لا هذه حاجة ما نقدلهاش ما نقدلهاش ما عنديش سيارة ما عندي سيارة كنت كاري في استوديو كنت كاري سيارة في استوديو لهنا يعني تدخليح في الليلة أنا راقد وكانت عندي وحدة البار هاكده حط فيه الماكلة التاعي وأنا راقد بعد نسمع في حاجة تتسحف الخبز أنا كيشاهد الفلاش هاكده يوقف في وحدة الفار يبدي يدير لي هاكده بيدو شاو يتوضع شمعت أنا يعيش معه في ورده خدار شايف أمد وش ندير وش ندير ما عنديش سمعت وكنت بيت في سيتي اونيفرسيتار مع وحدة الخمسة صحاب احنا خمسة بيناتنا دراهم كنا نحسبوهم انفو لقيت واحد من صحابنا شد بان وشوكولة ليا بتي بان مع وحدة دي كنت يا شوكو دمنا لو ونكات من جاتك دوزوغو سي كنت انت تشريها شكون انت تشريها دوزوغو وكنا ربعة بيتزا سماة ربعية وحنا ناكلو بيتزا كونجلي من أنت والله غرع الشاي يحلف وجاء من الطفلة اللي خلصت له شايف وما تختراس واحد الكوه هكذا واحد من واحد من بنتنا وحنا كنا كامل دي زاجي هو واحد من بنتنا ملحراش على كل حال دي سيدي كي تيل القوه القار بسحل بارك الله وفيك تقدر تروح مش مشكلة نورمال عادي شايف تاك فاهم دي ايش يديو راح هو كي راح هو خلق مشكل سيرع من جانب واحد احنا ما لابنش بالي كان المشكل ومعنا باليش اصلا للحد اليوم والحكاية انها سانوات جدا كون زاد وليدي هدا كل الوقت ويقرضوك معنا باليش علاش خلق هذا السيرع ادا كلش دان مغارف بتعنا بتعو وزادنا مع الفلفل لكحل حبيتن قوله الفلفل لكحل علاش الديتو الحد في الفلفل لكحل علاش الديتو شايف فمن هذا الباب حبيتن قولك بالي كان الناس عايشين بوحدة طريقة زي ما يقول لك هي فوق المتصور خاصة من جانب الحرام يعيش في حرام في وهم من الحرام ومعد يقول لك انت ماكش عايش حياتك انا نحب ندير هذه الحاجات لك تحب نديرها يعني نحب روح بواد دونوي نحب نصهر نحب اه اكين ما نيش ماشي ما نيش قادر نديرها اراني قادر نديرها كاين يعني الحمدولي الله كاين ما وانع تخليني منديرها اش ماي الأهل بالدرجة الأولى لأنه بهذاك اللوقت ربما ما كنتش نعرف الحالة للحرام بشكل كي ما تعدوك بعد الدين بعد مع الوقت هذه الأشياء اللي ربيتني هنا في الغربة في الغربة لما جيت نتايا ولا جيت نايا بكن حتى شيء يمنعك انك تفعل اي شيء في الدنيا هذي كاين انت والله يراقبون عليك شايف فهنايا تختبر وفي تربيتك وتختبر في دينك تختبر في الأخلاقتك وتختبر في مسؤوليتك فالانتقال من الواقع إلى تحقيق الأحلام إياك أنك تضح في الوهم والوهم هو أنك تعيش حياة انت مكش قدر عليها وماشي هي حياتك أنت تتصنع حياة حتى يقال آه فلان عنده آه فلان عايش لباس بها صحة وش توجه لو ميصر جدوا صنع الوهم هذو صنع الوهم صنع الوهم هذو ما خاف وربي فلد الناس بدي خاف وربي أنا عايشين هنا يو على بنا وشو صاري خاف وربي عادي انت تشد ميكرو تياعك والدور على أولاد الناس اللي هو مسكين هو أصلا خرج من ميزيريا وعاش رعب نعاف أنا واحد خطأ حكالي استفلتين ساعات في البحر حكالي وش صرا أنا اللي يا هو عاش هولا أنا تروماتيزي هو عاش هولا أنا مصدوم إلى يومنا هذا فانت موحد كيما هذا مثلا عايش جاز بحر أنا هذا الإنسان وقديره هذا الإنسان عندي شيء عظيم هذا الإنسان ريسكا بحياته في تحقيق نعم وما ليش نشجع فيها طبعا أنا لا أشجع أنك تحرك بوطي ولكن كل واحد والدور فتاعه أنا ما نشجعك ما نمنعك لكن كل واحد والدور فتاعه بسح الوفاة توصل لهنا أخلص وصل الحمد لله ضائر عندي زي أصحابي ماتوا فيها ماتوا فيها واحد شفته بعيني واحد مفقود إلى يومنا هذا سافي مالوكوغ إن شاء الله ربي يرحمه ويرحم جميع من واحد كأنه في البحر إن شاء الله فمنجيش أنا يوم بزنس بالعواطف تاو مش هي أنني مرتاح مثلا زي ما أنا والآن الحمد لله الأقل عدنا عام نجيبوا منه رزق المال تعنا ما ناكلوش بيتزا كونجري الحمد لله الحمد لله عندي باش نخلص الوائي تاعي عندي باش نلبس عندي باش نبعث للدار مثلا فالحمد لله فمنجيش أنا مثلا الواحد جاء مولوين بزنس بالعواطف تاو بنزن بالأحلام متاعو لا هذا كاذب أنا نحاول كيفاش نساعدو بطريقة معينة نحاول كيفاش نعلمو يدر الأوراق الأساسية نحاول كيفاش نقولو يبدي هذه تعال العقليات هذه لا يدردوك غير أخطيك أنت تدر تقدر على أولاد الناس وكما نقولو احنا في الكلمة باش سيفيو لقاء غامبو ما يتفرشهم انت تح وش كان مغطيه فضحت ونتايا لا غير خاف الزمقرة كانوا يتبعو لنا لأنه كانت غير لابر يفوتوا وتعكل شيء وهذا ماهو سامع شايف ميكي جينا هناك تشفنا الحقيقة بلي الحياة ليس كما هكذا الحياة لازم تتمرماد وليزم التيل وليزم التيل وليزم التيل هذا صحيح وما تقولو لك بلي بسك هذا يقولو لك بلي وشك تشكين تجارك في فرنسا في الأوروب وشك تشكين واحد وشك تهدر وشك تحكي ميزيريتاك مدفر اكزاكتو ما هي تيبك ميزيرية سعينة سعينة بساكي كما كاي في الإيجابية كما في السلبية أنا كنت رقمت عندي ما الفرج دافير الحواجي تغسلو القهوة واجد الفطر واجد آخر همي هو الفطر والعشاء شايف فجأة تنقيت وحيب لي أنا إنسان مسؤول على روحي أنا ويمة ولا أنا وخويا نفس المقام في تحويل مسؤولية لو أنا إنسان لازم تحمل مسؤوليتي لازم نحووس على الخدمة لازم نجيب دراهم لو كما نخدم شريو من جعو غدوة لازم نخلص الواية التاعي أوكي يدي شانس لهنا سيصال الافونتاج هناك يدي شانس تقدر تنطي لشانس تاكو ويجيبها باش تلحق لشانس هذه كو ديرها ستخي ديفيسي هنا دائما نقول لك المشكل ليس مشكل مادي عادي هنا تقدر تاكل بأقل تعمل أو أقل أسعار تقدر تاكل وتقدر تشرب وتقدر تباد في شك من الأشكال هو الجانب النفسي الضغط النفسي يقول لك أنت ما تشتكيش صح كي الناس هنا يشتكوا يزيدوا عليها يعني يضلوا يشتكوا تهي الحق الصيف تبدأ تشتكيها لبيي مش كو تدير عام كومبي نو سيبا لوجيك سيبا لوجيك سيبا لوجيك صرتوا في عام الكوفيد خمس سنين لم أحبت أولادوا جام يشافوا أفراءوا البلاد يعني وصلوا لعام الكوفيد وغلقوا البلاد بس كو على بالهم بالنظام صحي لمستشفى فهي كانت أحسن طريقة واو كيف أشغلقوا عن الناس من أحبطوا البلاد لا يا صحبي لا تشتكوا بزيب ما تشتكيش أصلا ما تشتكيش نعم ما تشتكيش هنا زاد الأسعار كيف بدت الحرطة أوكرانيا زاد الأسعار لا بيشتكو يا وشي تشتكي يا رجل على هك تزيد عليها هنا اللوب يزد سيكون سنتيم زع ما زعفوا دي زع من تحت القسم الله صح ما تشتكيش أنا مع الناس ما تشتكيش ما تشتكيش في نفس الوقت على البلاد سيبا لبن ديرهم بللي هم ديريش ولا أغرم عايشين عادي يعيش بشيوكل أولاده هذا ما كان ما توقعش بالله هو لازم يعيش مليار دار لحنا أي جزائر يعيش مليار دار قضية أرزاق فقط نقارس قوله هنا وعيش به معاه والله صراحة ما تشتكيش مع صحابك مش يمشكيش سمعت سمعت مع فلاصف سيتي بترفي التليفون ومعدنا شوكدا لا هناك تزيد عليها والله في البلاد غلي فيهم يكفيهم في البلاد نحنها صعبة نعم مقارنة نحنها أنا ممكن تشكي من الجانب النفسي جانب النفسي هذا بقى برصة مكان ولو قلنا الجانب المادي الجانب النفسي جانب ديني تقافي والاجتماعي نفس المادي تقافي حكينا على المادي ولا نزيده ماددي صعبة ماددي على كل حال ما كاش حاجة كبيرة تخدم شوية للمادي على قضية لا تخدم لا تدهش تكون سريو ما تدهش مشاكل هدي هي عندك هدي هي كما يقول لك كن إنسان بروفيسيوني في خدمتك هذا هو بيزء أمورطان بس كليزء أمورطاني أنت يكاين وإلا عندك أمبيسيون صالة ديفيرنس كما قلت لك يتغيضك في الزائر كون عندك أمبيسيون كبيرة وكاملة تسي تحققها ما تلقاش كما يقول لك الأرضية باش تحقق أمبيسيون تاعك فلالجيري لك أن عندك حاب دير حاجة كبيرة وحاب تبدأ مزيره بلو فاصيل تبدأ مزيره هناك مديا أنا نهضره نعم نعم هنا تبدأ مزيره في نهاية الأمر رح تلقى بإذن الله لكن في البلاد تبدأ مزيره سي ديفيسي في البلاد شيء صعب جدا عندي صحبي كان هنا في فرنسا كان نظن كنت نظن مزيره مزير تامش كان عندي صحبي هنا في فرنسا ذو كهاجر كان في الأسبوع يبعت حوالي مئة سيفي للشركات يسي يلا شون ستعو ستقتلوا واحدة الحد لله بيهار بيفتع عليه والآن يخرج قام بفرنسا مجرد أنا كنت تنطي إلى شونس دائما نقول لك الجانب المادي هنا يشكل في نوع من الضرر لكن ما هو الضرر الحقيقي قد ما هو الضرر النفسي الضرر النفسي جدا صعيب لا تكون شخص نفسيا لا تقدرش تقابل المجتمع بسكو هادك الوهم صعام باكت الجانب النفسي صورتو كي تكون تكون بريباري نفسيا جايوا على بلك بلي فيها تجري والأخر وبلي حتى تبع على داركم حتى تكون وحدك ما عندك صحابك وصي ديفيسي هنا تاني تعود تبدأ صحاب ومزرستو كي تكون كبير كي تجل هنا مرة ما تكمل قرائتك كي ما تكونش بريباري مهذاك الكوتي نفسيا كمي ولك تتقاس بزاف صورتو لعملول كي كون عندك تخيلات الموهم والموهز كونسيبسيون اللي يكونوا عندك تجيل هنا تصورات فعل هذه الكلمة تصورات با تلقا بلي ما شي كيف كيف وتلقا روحك تجري بش حلم حاجة وكامل وكامل نفسيا تقيسك مالا مباكتو ما هي كي ما كي ما انتن هرجي صلعت بو نوف وطنيا كري ومطر الماء ووحدك وشنو هذا ونراني وغربه وما تعرف والو حتى واحد وكنت نعرف حتى واحد لانا في فونسا كي جيت حرفيا لي كنت نعرف تقريبا هما ناس ما كنت دائما أصلا في حسابي كانوا شغل بعد جدا على التوقعات ولي رح ليهم في اليومات الملانيين هما ناس أنا ما نعرفهم بالعكس كنت نعرف ناس يعرفوهم وكذا شوف الإنسان في الحقيقة وشنو هو هو مجرد فكرة الفكرة هذي تولي أفعال أفعال تولي عادات العادة تولي طبيعة الإنسان وكأي إنسان قبل ما يخلق كاش طبيعة ولا كاش عادة فيه هي في الحقيقة كانت فكرة وكل فكرة الليك جاي بيها من البلاد وتجي تديرها اللهنة سعي نفوها والله هذي نحن تصدم تلقبلي الأفكار تاعك ما تحت علقة بالواقع والقاعدة المنطقية تقول الحكم عن الشيء فرعنا أن تصوره كما تتصور أنت الحاجة تحكم ماليها سي بورسات تلقى الناس كيجوا لها الفرنسا ولا يروحوا لألمانيا ولا يروحوا لبريطانيا ولا أي دولة يقول لك معج بتنيش وصعيبة كده هي في الحقيقة كان عنده تصور خاطئ فجل هنا القبل الدعواء لا تواكيب التصور التعو والله التطلوع التعو تطلوع التعو كانت عاليان بعد كيلقاها هكا يصدم بالواقع ما كانش روزوا مع التطلوعات يصدم بالعكس بالعكس كاين واحد الأزمة النفسية تسمى أزمة باريس تقاس بها بزافة اليابانيين حنا تقاس لكن حنا جاي شوية كوراج الحمد لله حنا جاي شوية غلضة فالإنسان نصيحة مني أي إنسان يحاول الهجرة لأي دولة أي دولة كانت إياك أنك ترفع من حجم التوقعات التاعك النبي عليه الصلاة والسلام في حادث يقول لا يحقرنا أحدكم نفسه واحد ما يحقر روحه صاحبه قال وكيفاش نحقر روحنا قالهم أن يحملها ما لا طاقة لها به أنت إنسان لما تحمل أحلام كبيرة ما تقدرش تحققها في واحد النوع من الأنواع عادي أنت إنسان هذه القدرة التاعك أحلم على قيسك إلا أكتب ربي اديتهم ما أكتب ش ربي يعود لك ما خير أنا الأحلام تالي يجب بهم من زي الله هنا بكاشهم حرفيا بمعنى قولوا جوني ما خير منهم كان واحد المقولة عمر رضي الله عنه لو عرضت أقدارونا لأختار الإنسان ما اختاره الله له وحرفيا أنا إنسان وكما تنزمي يعرض للقادر التاعي يقولوا لي عندك أش حاجة أحب تنحيها من حياتك يجيدي لك يستمعشون الحاجة لك أحب تنحيها من حياتك ولا شي بكل أخطائها وبكل أشياء اللي فيها بالعكس نشوب لي الحياة الأمثل اللي ما كنتش نحلم بها فهذا من جانب النفس الإنسان لابد أن يتكيف مع الواقع الذي يعيش فيه ويغير من الأفكار التاعو الإنسان هو كآلة هو أعظم من آلة لكل حال سبحان الله البادع في الخلق التاعو لازم يكون إنسان حياوي حتى في الأفكار التاعو الناشط ما وش غير الناشط للحركة ويناسب بوغتي لا لازم يكون إنسان حركي في الفكر التاعو فالأفكار عادي تقدر اليوم غدا إن شاء الله يبدلنا للفكرة التاعية يبدل الحلم التاعي يتخلى عن الحلم نهار يجي يصطادم كي يكون يصطادم بالواقع يكون وحده هو من الآن لابد أن يتعلم قبل ما يطلع يجب أن يتعلم محد الحاجة باللي الفكرة اللي راك دائرة هنتايا على أوروبا عموما ماشية لحتلقاها في الواقع صح هتلقى الآن مثلا من ناحية الاجتماعية ناس محترامين مثلا في البلاد ناس محترامين ما هو الشكل فيك أنت ماشي نحولك في حويجك هتلقى النس مح recognرامين نفس الشيء في البلاد هنا هتلقى الأوضاع المادية الذي يحمل على البلاد نعم الأوضاع المادية مرتاحة على البلاد هتلقى مثلا إدارة في أوروبا عموما الإسبانية فرنسية يعني مليحها نعم الخدمات لسيرفيس أحسن من البلاد نعم الخدمات لسيرفيس من البلاد الثاني acuerdo نعم نعم الثاني نوعية عن غذاء والتنوع الغذائي في الأسبوع التاكد ويتقدر تاكد الحامد ويتقدر تاكد الحوت ويتقدر تاكد الخضراوات نعم أنا معاك لكن هذا كتا عنوص لدي سامي لغو أخي هنا أمي خرطو عليك هذا هو رأى كل ما ديش نحبه هو رأى هذا هو رأى نعم إنسان مثلا كاير صح ما شي سهل ومشي الناس كامل مراناش نقوله سي امبوسيبل نون سي بوسيبل بلعقل كل شي يجي في وقته الحكمة هو وضع الشيء في محله وكل حاجة حتى في بلاسته تجي تعاليك مثلا زي ما تجد أوتشوديو تركز أولا على أنك تكمل القراية تاعك الثانيا أنك تلقى العمل وحتى أن تتقرأ القسطاج ثالثا أنك تكون معارف اجتماعية دير معارف دير معارف مع جزائريين ولي جا ولي جا ولي جا اللي هنا سيبوا عن بلك والعملول والعمل ما كتعرف ما زالوا جديد وشغل الصدمة ديك ما زالها والله نصطاجي ما زالها هي أحد هي أحد إما أنك تبقى هنا إما تعالي تهبط واحدة من الزوج إلا خير تهبط للبلاد غير تخلى عن كل حاجة دريتها لهنا وهبط للبلاد يعني بدأ أزيره قطع كل شي غير قطع على لهنا وكي تهبط للبلاد حتى حكومك صد ما أسوأ من تعاليهنا نعم كنت عارف أي بعد هبط لها نعم ناف ناسا حلتم حتى صارت لهم اختلالات نفسية نعم وعليش سيكوالاليزون علش عودو هبطه لأنه هنا كان عايش مرتاح أحسن من البلاد بصح هو ما كانش مقدر النعمة اللي كان فيها هو النعمة اللي كان فيها ما كانش مقدرها هو بلاكس لماذا كان عنده كان ضغط نفسي سيكوالالي هو صقف التوقعات التاع والحلم التاع والحياة الوهمية اللي كان خالقها مقدرش يكمل فيها سرطان مومو ولو كان يتراجع عليها يقول له يشوفو بلو إنسان كان كذاب فهو مأزق طحفي أحيانا الإنسان يتحمل مسؤولية الأخطاء التاع إلا أنت في يوم من الأيام مثلا زعمة كذبت وخلقت حياة وهمية أنت ماكش عايش فيها عادي تغضر تتخلص منها الحال أنت تسمع فيها حالا نحبسها لا بسحولها تحب تحبو لا تحبوش تفهم لأنه يسارك معرض يخطر كبير جدا والوقت ينسيهم والوقت ينسيهم والحاجة اللي تخليه يعادي يهبط الحياة الوهمية هذه ما زال ما فهمتها يتعرض الضغط راهب جدا هنا الضغط راهب جدا ويبدأ يفقد واحد الأشياء واحد النعمة يبدأ يخرج منها يبدأ يفقد الراحة النفسية التاعه يبدأ ينكمش على نفسهم ما يوجد عنده صحاب يقصر معهم يبدأ يفقد الاستقرار النفسي يبدأ يتعرض الوحد الضغط من البلاد يبدأ يفقد الخدمة التاعه هو يقرر يهبط يهبط نعم يهبط يكون يهبط ديفينيتم نعم يهبط ديفينيتم أنا في الحقيقة أنا عارف شخصان واحد ارتاح نفسيا بالعكس لأنه البلاد كان فيها كان منعزل تماما عن الجالية الجزائرية والعنجالية المسلمة والعنجالية العربية كان منعزل تماما عايش غير في محيط هو لا يعرفه والمحيط اللي كان فيه هم ناس أصلا ما يحبوش الاختلاط هاداك الناس يكون معهم الناس ما عندهم حتى علاقة بل ما عندهم يصنبا كيف يقولون ما عندهم همش اكتيف سوسيالمون اجتماعي مش مرتاح معهم فلما هبط البلاد بالعكس عيا شوية ارتاح نفسي هو عيا مع اللوول لأنه كان ديفينونس مش العالم المتحضر اللي قولوا العالم الأول يكون تعيش فيه بتهبط لكن مع الوقت ارتاح تشوف باللي ما هيشغل الحياة المادية اللي هي تحقق السعادة الشيء بزاف تحقق السعادة تاك ولا تحقق الطموحات تاك والحمد لله الى رياليزي دي بخوش الابان في البلاد الحمد لله قدري رياليجي بان كوراش دوزيام نان دوزيام الله أعلم أعلاش ربما كان هو في حداته هنا كان معتل نفسيا فلما هبط زاد عليه الحال وربما العيلتها ومساعفاته وربما المجتمع تعنا من ساعفك خاصة انت يميقري مهبط بحت لديهم ولا دينا من ساعفكش نعم من ساعفكش فأسرع له هذا الاشكال هو الضغط يمارس كما قلنا حينا من طرف العائلة حينا أنا منافش هذا الضغط على كل حال العائلي لكن عندي أصحابي كانوا يعانيوا من ضغط عائلي ويه لازم بتدير فهو يحس بي عنده مسؤولية هو ليس مسؤول عن نفسه بقدر ما هو مسؤول عن أحلام آبائه وآباه وأمه شايف هذا هي البروبلم نصيحة مني مثلا ماشي نصيحة في تصوري أنا كين آباء ما قدروا ش يحقوا واحد الأحلام ما قدروا يصدروا واحد النقاط معينة فيحملوا هذه المسؤولية لولادهم يجب أن تدخل طبيب عشي يجب أن يخل طبيب بسكو بابا كان أحب أن يخل أو لا يمك أحب أن تخل طبيب وما قدر إنه ما خلط طبيبان أنا أنا حبيت نخرج ما صمت سني يلقى رحته في البناء خلاص خليه خليه يدي مليون وثمانمئة الله يسهل عليه أو راضي بيها تعالي شاني تحوس على فالضغط العائلي شديد جدا ذلك أنا ننصح أي أم ولا أي أب ولده هنا في الغربة أو لأي أخ ولده هنا في الغربة سواء كان إتوديون سواء كان مع الزوجة تاعو مع الأولاد تاعو سواء كان حرق لهنا ما تمارسش عليهم الضغط النفسي إي فيتي وهد دي كيسيون دي كيسيون هندو هما اللي مارسون الضغط النفسي شكدا يير فيها رلقيت خدمة مالقيتش كنت مالقيتش أكساكن على باري الأمهات من الغريزة الخوف تهم على أولادهم بوزيوا دي كيسيون بسحية أمي اللي راكي تسمعي فيها لا لا يما خاطيها يما جعب يا شريكي خاطيها الوالدة خاطيها لكن نحكيك لأي أم إي فيتي هدو دي كيسيون ما تسخصي شو اللي دي كوشك دير فيها خليه خليه يدير قصري معاه ضحك معاه رحت عن دخالتك ودرتك دا وانت وش درت اليوم أك فرحان أك مليح ولي شوف تصاورك ولي دي ما شاء الله راك تزيان معليش هدي حاجة اللي يتموتيفي في حياته بسمعاد فهمت ما كلها المرسو عليها الضغط به دي كيسيون تعاوشك دير فيها تعاوشك دير فيها شيكي هدي عبك ترجعك عشو سنين اللور عادي قالنا جوز كما تنوم الحشة دي كيسيون ما تسخصيني وشاني دير فيها ما تسخصيني صامجان جينيني في حياتي دي كيسيون خليه هو عنده شهر من يطلع ومترقوه سيد سون بابين تقولي وين يلقى الخدمة يا أمي خليه خليه من جانب التاني هو من كتروش عليه ماشي كل يوم تعيطي له أنا كنت أنا ما تلاقاش بكل يوم كنت لقى بكل يوم ما نلقى السوجي ما تخليش اي ما نلقى السوجي صح وشو نحكي معك أنا كل يوم صح ما نحكيش مع ياخي انتك تزوج مع واحدة تبدأوا أنا حرفيا الوحيدي كنت نهضر معه كل يوم واللي كنت هو أخوي الكبير كل يوم توجيه نصيحة فعل كذا لا تفعل كذا لكن العائلة عموما ماشي كل يوم ماشي كل يوم وهذا ليس نوع من عقوق الوالدين كما يتوهمه كثير من الناس لا ليس بعقوق الوالدين تقدر تعيط اللي يماك انت مرة على مرة أي يوم فعلا يوم يومين وكل واحد والإنسان يشوف خروج عن شهده الرأي التاعية كان الإنسان يشوف اللي يعيط اليمة كل يوم يتخفف من ذلك الضغط عيط اليمة كل يوم عادي إذا شد بلي هذا الشيء يساعدك إذا شد بلي هذا الشيء ما يساعدكش أحيانا لازم تكون صاري من تم علاقة إلى التاعك قال هادي راكستي وحبسوها خالتك وشك دائر فيها قول يما قول يلا خالتك حبسي ما تسقسيني أنا أخترى عيط الواحد هو عيط لي سيتي لو مات غامضان شبنسو لا أبخي مات غامضان عيط لي ننقصروا يما زيني وشكال لي هو وليد حومه وقرأ معايا وهو من هذا كل نوع القرعادي وشك دائر فيها قولت له بالأرط واني ماليز انسكريبسيون ونورسيط وشك دائر فيها وشك دائر فيها قولت له واني ماليز انسكريبسيون أنا نقرأ أنا معا الخدمة لنخدم وشك دروات سيد لارجون لنديشير دراها بالحمد لله أنا ساكن وراك ساكن قلتوني ساكن شوال سافضاء شوال قال لي في الأوروب ديور تاحون قاعد يقين شوال تقوبا قلتوني ميسي كيف وش شوال سي لوجيك نو شكو بدني أنا طلعت هذا العمز عملي كري بابيون سكو فيه أنا نقري أوتال أنا بني لنكي استوديو قيسينا لغالب أنا كن لقى نص استوديو نكليب نص من هذا كوال المهم أنا عندي بروسي أني نمشي بفتحياتي الوضعية والضرف الحالي يملي عليها هذا الشي نجد هذا الشي أبقال لي وري ربني شوف رك عايش بطريقة شوف تاع السخرية شوف بطريقة مستفزة جدا أنا كوبيتال ديغا إنشاء الله يشوف هذا البودكاست قلوا أنت إنسان يعني من بكري ممل جدا قرعاجي يعني عالم باشي إنشاء الله يشوفوها مليون واحد إنسان قرعاجي إنسان ممل والحومة قعلة بلها هاكده بلخ مشيغل الحومة المدينة اللي كنت نسكو فيها قعلة من يامة بيدون ذكر الأسماء بيدون ذكر الأسماء يعني واحد موش باش بيدرش أزمة وفتنة فهو من هذا الباب وحتى مثلا نولد الحومة خليكم من هذا هذي اللي كيستيون هذي خليكم فو إنسان يمي قصلكش على روح وجدار متسقسيهش شنو هتصورت خاطئتها واحد كيما كيفما قلتها كي يطلع الله هنا تعرف كي تكون لها تكون بلدر تهبط لزيارة كميقري تولي شوف تولي غارب في كلا الحالتين غارب غارب الهناية وغارب الديار كي تعمل البلدان تولي غارب احيانا كل ما تزيد طول الهنات نعم تولي غارب أصلا حتى قضية مثلا زيما كي نكون قصر مع أصحابي الحمد لله أنا عندي أصحابي يعني متفاهمين يتفاهمون الأوضاع لكن نحكيكم مثلا زيما لم عارفي ولا على أصحابي اللي نصنوان على اللي بخوشالية حتى قضية المشاكل تاحهم معوش نتواجب معاها إن شاء المشاكل تاعك والتاعي ماشي كيف كيف أنا المشاكل تاعي وانو تصبح نجري مولمتر ونطلع نحوس كده عندي ورقة لازم نحل بخيفكتور عندي ورقة لازم نحل لاميري وعندي ورقة لازم نحل سيكوريتي سوسيال اللي بخوبلام تاعي هنا يو تاعهم صعينا نفوغ ديجا تبدأ للكونيكسون هدك اللي بيناتنا تروح يبدأ الموضوع متع تزائري خدم شايف فالتصورة تتاعهم بللي أنا إنسان تجيبت روحي ولا ما تنزع ما أنا إنسان ويجتنشوف روحي عليهم ولا إنسان تكبرت عليهم ولا ما كش ترفد علينا هذه من الأسئلة الغريبة ما كش ترفد ما نرفج ما نرفج قسم من بالله غير أحيان مع الدار وإيش تعيي باش تهضر مع التهضر ولا أنا إنسان نكراه نهضر في الهاتف أنا إنسان شاديك تعال نهضر في الهاتف نكراه نهضر في الهاتف صحابي ولا لا فامي ولا أي إنسان يعرفني إذا فتعيت في الهاتف نعرف باللي حالة إن إرجانس لا تحتامل الرسالة تحتامل الإتقصار هل هذه المرة اللي فاتت الشركة قدرنا عليها ما اللي فاتت طرنا شو نستعيط لي وكوفيد وإني خايف صني على بل قلت آب 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 شكي نذكر وشيت آلو وي إرجانس أنا لأ عايت تنسقسي عليك كبارك كبارك نكبي ولا نكبي غير آيتلي تفكرتك دير كبارك نفسك نكبي تنسقسي عليك أعبك باللي أنا كيتفوت تساعة الليل يتضلامي الحالة ويتعيطلي في الليل نموت قلبي يحبس نار بلي صارتك شديقة تلو مرة ساعة تهليل مزيش تعيطلي ايه مرة ساعة ديل مزيش تعيطلي اخو تأسي لأخجوة مرة مرة ساعة في الصيف إن شاء الله زيت لكم ساعة نعم 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 تباني لهم نرمال ايه صراحة تصورت شو يا غالط عبنة انت إنسان نقايسها وديتبس بك هني ما كنت حلبت هني نعم فأفرصة بدلاتك الغربة بدلاتك وهي صح الغربة العام بدلتني الغربة ايه 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 توجه الميزيرية انت بدلتني الغربة لا هو شوف هذه الأسئلة عبك الأسئلة هذية تقريب المهادرين يخافوا يجاوبوا عليها كما واش تعال بدلتك الغربة يحشم بشي يقول له ايه صح بدلتني بدلتك بيانسير يشوكي بدلتك أنا عايش فيها كما ما تبدل سما ما قدرنا ايه لاني عايش أنا كما هنا يا ما زال كلوم مام كما كتب لا خلنا صح بدلتني لكن ربما بدلتني الأحسن تكتبني الأسوأ أنا بدلتني الأحسن ايه والعلاقات شوف بدلتها شو غش ما واش تحلب ايه ما واش تحلب الله غالب يا أخويا والله الله غالب عندك صحابك بروش عندك صحابك عارفو كيتو هذوك باين باين شوف هي شوف القناعة أنا عندي قناعة في راسي الإنسان اللي تكتر تهدر معه كل يوم هو إنسان فرق شخول الله على كل حال أنا صحابي ما حدرش معه بزير بسكو الناس عندهم هموم في حياتهم كل واحد أولاتي اه كل واحد أولاتي في حياته ويساس انسان في بليزير آه ويساح بولاتي في حياته حبيقو بليراه يجير في حياته آه الحمدوليلا ماماناني مشغول احنا نقصره نبعته دياليز لبعضانا نقصره تضحكه صباح الخيال تربح هني خدام وتقدع إشعال لاتي سي فيت فيه باش ما نقطعوش هو أنه يقطع لك ونقصره مام على الفامي من قاعدش يكونتاكتهم آه نعم والنفس ما عودتها مع الوقت عابك بليولي يستدقى يهضر حتى مع إمه نعرف ناس ما تهضرش مع والديها بشهر بثلت شهر هدها واع عقوق الوالدين نعم لكن انتا يا جيري وطقا قوي بسعجي وشو من البروبلم اللي تم منك تهضر مع إمك آه أنا حاليا نهضر مع إمك كل يوم كل يوم كذا لكن من واحد الوقت جزت عليك ندر معها مرة في ثلثة مرة في اليومين مرة في أربع أيام اسمها اتصال اتصال يعني اللي يدوم ساعتين وثلاثة غير ذلك باتها دي ميساج باتي تصاور نطيف البركوكو سنتي بكتا وانا نباتي لها نقول لاني ندير قد نقصر دي ميساج ميان غو الاتصال حين كان ينقاطع ثلثة يعني أكتاره ثلثة ثلثة تدخل ديفيسين أنك انت تواجه الشيء النفسي هذا كنا حكينا دي اختراق قلت لك يقول لك الناس يقول لك بلي نو أنا ما عنديش النور ما شعر نو قلتك بلي يكذبوا بكابرة في المشاعر يقول لك أنا صنفيري أخرج من سائر نو يكذب ملا أغل يكذب بكابرة في المشاعر أي إنسان فاتخرج من دارهم ولأخرج من البلاد تبقى تحرق في قلبه أنا دي فانشو دي فيديو شخطو زان يصورو لا تحرق ألا بلا كين اسمح لي كين لألا بلا و بلي تحرقك في قلبه كين لك كين لك كونسيوم هاد لعفايس كامل ما يهدي سيدي يخرج من زيار بسك دي فالله تطلقت دا كامل كين لحق الان وين خلاص ما يقدش بتلك سيكون واحد عنده عنده ومبيسيون ولا واحد تقرأ ولا واحد لحق در دكتورة وكامل بعد يشوف بليس سسراريان تغيضه عمره كيفاش أنا عندي قابة تنصير هادو ما نقدر ندير والو بلات كيمالالجيري فهم عبك شوف هي جوست دي كولي الطيارة بلاغر عبك شوف كتكنت وجد في الفيزا وكترن تحسلهاش تحسله لانتكون في الايروبور تحسله تحسله في المواسن في الاعياد في رمضان سوة تحسله 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 هذا الشيء يضر بالزاة يضر بشكل عامق جدا على بالك ومشكيش بليح نتخلصوه من نوع نا يبقى لك يبقى لك ممزة عمان العدو نولول البلاد ما أنا أما كيما خليتها وضوكا مشي كيف 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 تقدمت في السن كبرت بس ش انتا أما كيف أشخليتها مشي كيف كيف أنا أخليت وليس خبتي صغير ذوكا أما رجال كبروا شب اللحية خلي بيديروا اللحية خلاص شايف خليت زادوا ولد خوتي ما كنت شانا في البلاد ما يعرفوش متنزم عمهم لأخالهم يعرفوهم بليساكن بعيد خلهم تا فرنسا خلهم تا فرنسا ميقري سمعت أبا كيف كيف تحسله هذيك نهار اللولي تخلتك شوالا كيف تفي قدروحك بلي انتهو هذك البنانم شوف زي ما انت تخلت وقت ما احبت عندك شهرين عام عام اللول هو نهار اللول تا رمضان الفطر اللول تا رمضان وحدك سي جو الحمد لله هنا جميع فطرت سي سي فطرت سحتي سفي ديزاني هكذا سفي ديزاني لا مع العيلة الحمد لله الوقت صبع نعم لكن الفطر اللولاني وعرف زف وعرف كنت تفطر مع الدار في الماك دا الاخر ما كنت تكون في وياجي كين ذوك زي ردوك المطايم السبيل اللي يحبسك في طريقي يجيبك تفطر هنا ستو زم كيمان تقول انا نوف نفطر جميع طيب أنا وحد طيب وحدك فرحا كدام كتقود عالطاب لأ يتوسل مفخار وحدك وماداتيك صحرة رمضان سام وكي تفرح أك وحدك أك وحدك ما نفرح جيك وحدك هاديك تحسلها كتاب الماسي المومولي اللي فقتلوان هادي تحس سيفرية قاسك ما بليش قاسوك ممرت طحتك وما بليش أنا نصرولك بزاف مشاكل وحدك صحنا هار تفرح وحدك وما عندك ما عم انت بارتاجي أبالك تحب تقول دوكان لما نقول لأني فرحان جو ايه تحب تقول لأ لما نقول لأني فرحان اليوم ولو تبعت ميسا صاحبك زي ما يردك على أربع سوية خمس سوية خلالو ما كاش خلالو ما كاش خلالو ما كاش تبوت هذيك لك سيطاسي داكو شو 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 فصح صعيب جدا و شكتاح تقول لي شكتاح تبارتاجي لكو اه فوش هتها تدرع لا كي تكون كي تجوز مشاكل وحدك وكذا نعم كي تكون جوز مشاكل وحدك احيانا انتا انسان قليل تجربة انتا انسان معدك تجربة اه دونك تبا جاري تبا جاري تسال تبا تقدرش انتا تسير مشاكل تاك وحدك لابد من الناس انها تنصحك لذلك احنا ندخل لك في الجانب التاني اللي هو الجانب الاجتماعي جانب الاجتماعي اكزاكت اه الجانب الاجتماعي ستخص نعم انسان هنا يكون علاقات اجتماعية اه أنا كنت جد趕 لنا اللي هو لما كانت يقولولي لا تنفع عليك مع العرب العرب ينفعوش اه ومدرط لك انتو مع عرب لهم اللي هو انتو غير مع القور اما شغل اتو دونك او اتو لما كانت مش شعر بالمعالي وما لابدوش بالمتطل ما مهدوش في حالات ربما تتعلم اللغة ربما تتعلم لصوصيتي هنا كيفاش تمشي ميجو فابا بلدي فخونش مو زعمة عندها عندها زعمة حاجات زكت يوم اللغة لصوصيتي كيفاش تمشي لمنطالية لمنطالية يسيتي ومي حاجات أخرى ما يفتك شوف اقتصادياً مادياً نفسياً حتى زعمة كما قلتها برتاشتها الفرحة يفتك غير روليت حمت نفسياً نفسياً ما تقدرش تأيا 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 تسي يدير رلاصيهم مع الجوار الهناس قدرت تكون في خدمة دي كونتاكت يكابب تسحقهم اهه تعلم لمنطالية يتمليح ولا لونج تهدر 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 مياه بارساة زعمة في لا في بيرسونال تقدرش صراحة أنا مع صراحة أنا كإنسان حالياً حادثت عن النبي صلى الله لا يشكر الله من لا يشكر الناس صراحة أنا إنسان ما كنت قادر ندير ولا في حياتي لو لان الله تعالى سخلي وحد الناس الآن ما زالهم في حياتي هما اللي يعاونوني هما اللي لقاولي الخدمة هما اللي لقاولي السكنة هما اللي لفتوني كي كنت أمبان كنت زيغو اوغو هما اللي كنت أمبرتجي من فرحتها العيد هما اللي كانوا يعاونوني كنت نمرض يعني ماشي حتى يعني أحياناً واحد يعني الزوجة تعودتها تنبيك كنت أنا مريض ولا كانت هي الطيب للأكل الصحي ولا كانت توصيع الدواء ولا كانت كده كده فهو وشنه هو جزائري في نانمو هو لما اخترى رح تكون تفحد البلاد وطحت ما عندي ولو لا شيء ربع يامنا بيتها في دارة أحد مغربي فحبيت ولا كراهت أهنا ما تنزل من الأصدقاء التاعي هما مختلطين هما جزائريين بطرج الأولى مغاربات وسالة فالي لفتني هو العربي في الحقيقة وبعدك تشد باللي هي مجرد كلمة حفظوها تاوارثوها عن بعضهم البعض ولا يجي يقولوها له من واسجاد بالصح من واسجاد هي أصلاً إحنا كشعب منعدم اتقافي ما بيننا لا بك بل إحنا موسوسي إنا إحنا توسويس أكي نظر ما كتوسوسي و المرأة الأولى ديجا كيباتي ميساج توسوس توسوس أبي ديني بودكاست أشكو نمتا أما يحفروا لي دايو تطوّد باش ريبونديت أبوه أبوه قاعدت مطلّع الهبط سويسا وين جاي البودكاست هذا وين جاي أباك باليغير نتالي القتليها كاك أوهي أه وين جاي استوديو هذا والبودكاست ويش خدمتو وراي لاباش كده كده شباب شبيه هذا بقيت لك ياه ارنديجا هدك المانيول كامل اللي درتو باش نحبهتو سويس و هكده كم مساعدنيش الحال هكده كبوسكت تاني أهبيتي أحد أخرى كيف كيف بقيت لها بقيت لها بقيت لك وين جاي استوديو هذا وكده ما فهمت شوالوك شايف وبيزار بس فول البروفيل تاركس تيبا بروفيسيونال سيبريفي نجم دير حاجة بروفيسيونال باش تكون باش تكون عندك مصداقية اصداقية كمالا كمجتمع في الزائر لم lleعدنا اتقا هذه فاكدت لو كتبت تزامح في الزائر تبدأ تشكي على التسامح وعالمحبة وارك عيشتا عيا من واش من واش من العشرية السوداء ما دخلش بسوجه هدايا العشرية السوداء نعم عشرية السوداء هي أسوأ النقطة وأكثر من استعمار هي العشرية التي هدامتها وقطعت اتقيقة بين الجزائريين كان أحد يقتل أخوه باسم الدين و أحد يقتل أخوه باسم الجيش و ممامنا لحظم إعجا نعم إن شاء الله من ربوش أولادنا بهذا الشكل إن شاء الله من ربوش أولادنا بهذا الشكل فقط إن شاء الله الحمد لله ربما فينا الناس وعيين ماشي حربو أولادنا بهذا الشيء لكن نحكي على آباءنا وعلى الجنانسيو اللي فوقناك ما تصقى على الكلمة هذيك ما تضرش مع العرب إن عدم تيقى إن عدم تيقى بين جزائريين خلقت بسبب العشية السوداء فهي سلسلة مترابطة لذلك من الأشياء المفقودة في الجزائر هي الدراسات الاجتماعية لابد أن تقام دراسات اجتماعية لإصلاح المجتمع سلتمهمون وإنما ننقدوش نتواصل مع بعضنا لذلك إحنا الشعب يفهم بالغمزة شعال شرات برك شرات ونجب أن تقوم بالميزاجورة كل عمرات تخذ شرات جديدة أنا دفعا نكون قسر مع واحد شعال تحرب لي قسرة معه بس كو في الهضر التاعوي يهدر بالشرات أنا ما نفهم شرات لا أعلم ميزاجورة فأنا أنا قديم عليك سيب لازم تكون أجر هذه إنهم تقام ونحن هنا وجد تجد بورساك تلاقي على معدد زيني يقول لك أه بارك تغفى فلان هو صح عمر بن الخطب رضي الله عنه قال لا تريد الخبي لا تريد الخبب يخدعوني أنا لا يحيلي والحيلي لا يخدعني في القاعدة أنا نمشي بها هنا لا نخدع لا ناما أنا لا أخدعك ش يا أخي يا مسلم بس أحبانا منكش بسكني في غربة لابد أن نحمي السمعة نحن كجزائريين أنا نتقلق خاصة في ريزو السوسيو أنا نتقلق واحد يرفض ضراب وتع تزاير يعني اشتري في ضراب وتع تزاير ونتدير في المشاكل نحلي إسراء مثلا نفع في 2019 كنت الله نحن في 2019 نحلي إسراء لكوب دافريك وكنا نربحوا لي مات وكنا نخلجوا ندي فيلي اللي كانوا يديروا المشاكل ما رأهمش الحرقة واللي كانوا يكسروا والله ما رأهم حرقة هم جزائريين ماشي حرقة هم جزائيين والادي اللهنا هم اللي كانوا يديروا المشاكل هم اللي كانوا يفضلوا العلام بار كونتر بار كونتر الساحة في تقزيم الوضع هو ريزو السوسيو في تيك توك خرجوا ناس هنا خرجوا ناس هنا في ريزو السوسيو بداية الـ 2019 بكنش هنا بكنش انتبع هداك الوقت بانتغايب وكنت آوت إلى يوم من هذا خرجوا ناس سوى دي سون بابيه سوى دي ناس دي سما قولوا مهاجرين بطريقة شرعية كده ويجد معهم من بر شايف هذو ثلاثي الرعب كانوا يديروا أشياء يعني كاريتية في الرزاو السوسي ويصوروها ويديروها حنا دي سلجيريا ودمنا حار ويخلط فينا باسة وراسة ويجدير في الدرابو وتعال تزير وهما أقلية هما أقلية جدا أقلية متبانش بس كل إنسان هما دي من الضغط يكون على الحرق هما الأولانيين ها حرق ما علا بلش وشنو هي العلاقة بين دات الحرق وإنسان مش يمتربي ما علا بيش علش ربطوها حرق جاء إنسان بطريقة شرعية هذا ما كان تركبت الطيار ولكيب الباطن هذا ما كان ميباش ميباش عايش حياتي مسكين ومشو سماء قاع حتي يدخوني قابلي كين واحد وهو يضرب اسمه كيف حنايا تهدرش باسمي نايا ما ترفيش العلام بطريقة تهدر باسمي ساتمه شايف تلقاه هو إنسان ديغلس وديغلس نايا السمعة تعالى علش بطريقة وكاين أقلية شد الريزوسوسيو وديرين فيها هاراج كبير هذا يطيح لهذا هذا يسب فيه هذا يجبت فيه عرض هذا هذا مخلطين لها جدي معها أهنات 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 نقولك في أوروبا المغتربين في جميع خالج الجزائر هو أنهم يسبوا بعضاهم فقط هذا هو الهدف تهم أنهم يسبوا بعضاهم بطريقة مباشرة لأنك تروج إلى سمعة سيئة الجزائريين بالرغم أنتما أقلية ستنسى واحدة متسواش واحدة يعني كاريتا راهي واحدة يتحرض على الفجور يتحرض على الدعار يتحرض على التعري يتحرض على الطلاق يتحرض على الممارسة خارج إطار الزواج واحد يسب الولدين واحد يتبع فيهم يفضح فيهم حالة معفنة مسخة يتبع فيهم هذا السيد ديجولاس في باسم سيد ديجولاس أتخيل هادوما أتخيل هادو هادو هما متصدرين ترند الجزائري باللي هادو هما السيد زيميقري تاوعنا هادو هما المهاجرين تاوعنا شايف هادو سيد بزنازي أم بعد هادو هما ليصوروا الصورة تعاوش مو آه يقول لك توم ديزين انتو ما قايشين كيما فلان فلان مشين مغني فلان هادو اكس من الناس انتو ما عايشين قايشين كيما ديجول ما تقول لهم خاطيني ما لا هراني عايش في بلاسا بحترمان لقد يخدم تيك دا هو نو انتو ما قايط للابين كيما فلان بسكو علاش بسكو فلان اميقري ويسب باش يدي لفو باش يدي لتكتوك باش ناس تبعت لون راهم شوفا الحرق باختصار هو انسان عادي جاء الى هذه البلاد وبلاد اخرى بطريقة غير قانونية وبطريقة غير شرعية غير ذلك هو انسان عايش حياته عادي نعرف حرقاته في قدامهم والله ما تعرفوا بلي حرق باللغة الفرنسية التعوب الادب التعوب اللاكتا وعموما ايه تسعين بالمئة منهم تسعين بالمئة من الحرقات ناس يعايش حياتها ماشي سامعين قابل ناس يعايش حياتها كان بواه امورتان بسكو كالي يكون حرك سويتو في العملولولو لا ويغلط ويقول بلي مانديش لي بابي ما تغلطش بارتاجي الانفرماصي هدي نعم خليها مان بقصر مان بنيتك مان نعم خليها هدي سيكوكوشوز پرسونال نعم نحرف واحد كان خدام كان يقصر مع واحد فرانكو 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 عجريان هي مرا بالدت فرانكو عجريان قاعد لها بلينا صن بابي أبا هي اللي بيعاتوا اللي رصاف وبيعتوا لا باف غلطة حياتك اي جاو مسكين كان خدام باش بركه يدير لي فش دي باي باش تدوح لي يدير لي بابي تاو هدي حاجة شخصية حاجة مكان حتى وحتدخل فيها حتى متاوك تخدم مائة بالمائة ماركش في بلادك هنا ماركش في بلادك هنا ماركش في بلادك هنا ماركش في ماركزيريين لازمني فيتي وهذه لكي يستمعون شا عندك اللي هنا في فرنسا عندك كوارد ما عندكش ما كان مدخلك وش عندك ما كان مدخلك لاني نتعمل معك كإنسان وقتاش نقول لك أنا لسيشياشيون تاعي إلاش تبلي كان احتمال كبير أنك تفيدني خنفف سجيارة أنك تفيدني بلك تمد لي نصيحة بلك تموني في جوسي بوسمان عند ذلك في أي محيط خارج محيطك الجزائري الخاب غير ما كان لها الدكتلاري من إنتاج نحرك لأنه عيش حياتك عادية بالعكس غير رهما ناس فيهم الخيرة بالعكس ناس يوم الخير انتاج يست يحذرك هذا ما كان هذا ما كان والناس لو يتمنى لك الخير يتمنى لك الخير تباطجي ولو لم تباطجيوش لانفرماصيون هذه رح يتمنى لك الخير ويقول لك يا ربي واصلا نفهم الكود هاصلت وحنو نجايم تزاير نفهم الكود بيناتنا كما يقول نفهمه غير ما كان نشوفك نعرف كما قال نقصر معاك نعرفه نعم غير ذلك بالنسبة لهذا دون من الناس كين وحد الأشياء لازم تعلم ديرها أول حاجة لازم تعرف بالإهناية بلا تصير بالقانون السوجيلي دائما نطرحوه اللي هنا سيكون لانتغرسيون وفيك لا سوستيتي فرنسيز أباكي يحكي كي تزيري بلاك أنت تحكي علي بس حكوني يحكي كفرنسي بلاك ما تتحكش تحسنون شو يحكي هذا شو تقيل هذا وهي هذه التقافة الفرنسية خطحكينا عن الانديما شفو حتى المرض لحتى العام شو لازم تفهم حاجة قبل أن تندمج في مجتمع لابد عليك أن تعرف ما هي المجتمع شكون هذا المجتمع وشنه هو ما هي ركائز المجتمع ما هي حدود التي تحكم هذا المجتمع ما هي المبادئ التي تحكم إليها المجتمع أولا لابد عليك أن تعرف أن المجتمع الفرنسي هو مجتمع وحيد الهوية لا يتقبل تعدد الهوية اه اكزاكتما مثلا مثلا زي ما تشوف المجتمع الانجلوفوني الانجلوساكسوني اللي هي المجتمع الألماني ولا المجتمع الإنجليزي ولا البريطاني بعموما ولا المجتمع الأمريكي يتقبل تعدد الهوية أنت جزائري ولا أنت مسلم عندك القامس وش ما غتاعك ما تنزع معه وتقدر تخذنا في المطار عادي أنت هندي دائرة ذيك العمامة السيخ وكذا تقدر تخذنا في المطار عادي هنا لا باركنت هنا لا هنا مجتمع يقول لك لابد على الحفاظ على الهوية الفرنسية الانجلوساكسوني هذا هو المجتمع التاحهم ما ديش أنا نفرض عليهم تقافة تائك هذا أول حاجة لازم تعرفها هنا المجتمع الفرنسي لا يتقبل بتعدد الهوية خلاص ما تبحش كم يقول لك تبحش ما رقو تفرصي المكتوب وتحبنتها تفرصيهم لازم لأنه هذا الشي يخلق صيدام الشيء الثاني لابد أن تعرف المجتمع المجتمع لا ديني لا علاقة له بالدين لا ديني لا ديني سمع انتاني سن مسلم جاي في مجتمع لا ديني الشيء الثاني لازم تعرف باللي المجتمع الفرنسي بناء واحدة القوانين مبنية على الخبث القوانين فرنسية مبنية على الخبث لأنه هو المجتمع تعلانها واحد الوقت كي كانوا يخدموا في الدولة تاحهم 1800 1900 كانوا منعدم قابلتهم وخبث هذا فراحوا بناء واحد القانون يتعيشوا به بالخبث هذي فيهم مبنية على الخبث ايجزاكتما سي بورساكي تكون تهدار مبنية على السواحد سي بورساكي تكون تهدار مبنية على فرنسي يتحك ويقصر المنك تاغي تروح يعطيك في الظهر ويحاوس يحاوزك هذي سي جبنس بروبر اللي هنا برك هذا حالة خصوصية نحكو عن مجتمع الفرنسي نعم تبدل سي باكيف كيف بارتو في الأوروبة وسي باكيف كيف ليزو طربي هنا أنا أنا إنسان تقفي واحد جزائري واحد مغربي واحد تونسي ماهما يكون ولا أتقفي واحد فرنسي مطلقا مطلقا يضحك ويقصر معاك وقدر لكن هو عربي ويبني لك هو عربي ويبني لك في شيء ما ويبني لك في شيء ما لك لابد في التعاون مع المجتمع الفرنسي ما بينتهم ما بينتهم ما بينتهم لأحو قلتك دي أصلا داروا قانون الدستور تحهم والقانون تحهم مبني على هذا الشيء واحد يأس واحد واحد يأس واحد واحد يأسوا كيف مصرات في الكوفيد جيراني بيعوا في بعضاهم وين الكوفيد اه اصراكم فين مو اه او خرج الجار دا او خرج الكدا او خرج مشا شوية بعد على أن كيلومتر على الدار وده حسابي زارة روجة بسبعة عباد ماشي ستالدار وش تخلك والله غير كاين اشتخلها لجة سبعة عباد اه ونت تحسابي حاجة بيزار ومبالاتي تقول بالك ما يأدو في الضوء الاجتماعي تاحهم هم اهنا ما يعرفوش هراهو الضوء الاجتماعي تاحهم ما يعرفوش هراهو تقرعي جزيادة غاكتر مجتمع لا يقبل بتعدد الهوية مجتمع مبانع على قضية الخبث قانون تاو زايد مجتمع لا يعرف الحدود التاعو الفرصي ما يعرفوش هراهو حدود التاعو انا شوية امدي باسين لا عندهم لي كونتكست في الخدمة يقدر لك خدمة وفي كونتكست الحدو اخر لا هما لا تطلق له الحبل يعني انتهت انتهد يدرتها الكنتكست انتهد لا يدرته في الحقيقة لك انو كان تطلق معهم الحبل يعني يحكي لك اشياء شوية انتيم يروح لك في لا عندهمش حدود نعم عندهمش حدود ولازم داوان تصور في بلج عندما انتجت من تقافة اخرى هو في تقافة اخرى نعم قد تج觉ها انتهد انتهي شوية وشوية بازم لاشي هذا انتهد تفهمها قال عندما انتال النافisz انتهي هو الأجنبي ليس هم الأجانب انتهي كت mund انتهيت لك أقدر في ذلك أكترت اقلم هág اذا أيضا وبعد اللهنة نروح للوحد الفكرة هو ما هو التأقلم ما هو الانديماج أسلو أنا ندامج طوالما بكنا السوسيتي فرانسيز ما تخون بلادك وكذا لأنه أنا منتاع يعني أي إنسان جنهنا للجزء الفرنسا ديراكت أنت خائن يعني بشكل معين لكن هادو ميهمونيش لأنهم هم بعاد على المفهوم بعاد جداً ميهمنيش لو يقولك خائنة حلو الفيزيجير يحبك خائنين لكن نحكي لك أنا اللي رأهم اللهنة وهذي اللي رأهم اللهنة لازم حنزيدهم فهموا اللي رأهم اللهنة وشن هو الانديماج اللهنة ولا وشن هو التأقلم اللهنة عبك التأقلم مع الشي لا يعني ضرورة نلقابول به نلقابول به والله أحياناً التأقلم هو نوع من الحكمة مثلاً هنا تتأقلم معنا السوسيتي مثلاً زيما أنا ما نقدش نبس قاميس كل وقت نبسوش قاميس وما ندرج به وما نبسوش في المترو بس هو أصلاً القاميس في بلادنا ما ننبس قاميس نقدر ننبس الليباس في حدود الإطار الإسلامي نبس تي شيرت وسر والعريض مش يضيق عليها لا يصف ولا يشف هذه الحدود انتهى فقط ما وشو واجب عليها في الدين ننبس قاميس ولا أحد يقول بعد الشي فأنا ننبس قاميس لأنه كل ننبس قاميس هنا نستفزهم ضاير شوفوا إذا أخي كان هنا ينبس قاميس وشت سبحه في وسط المترو ويسبح حكذا فوجههم هذا الشي أنا جيني عادي ثاني أنا يعرضوني مثلا على عرضات وأرواح تكون تشرب أنا لبالي بلي وشح يأكل وشح يشرب وحاجة حرام وفيه الخمر وكذا ما نروحش ما نروحش ما نروحش ما نروحي أنا إنسان أنا فرنساز وأنا إنسان متأقلي ومنروح ونأكل غش صوم ونأكل كداو والنبي يقول لك باللي في الحادث أنه من الكبائر أنه يجلس الرجل في مجلس يضاره فيه الخمر وطنك انتهى هذا ما لكن من رأيك كنت شوغ فرنساز مثلا هي عندهم محد النوع من السياحة عندهم محد التقافة في الماكلة عندهم محد التقافة وحده بخطوكول في الكلام عندهم بخطوكول معين مثلا 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 في ميزيت تحضر مثلا 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 دي كونسرت شايف من التقافة الفرنسية مثلا هو أنه كتتتر ما تتعيتش هو كتعيتش يحسب انتهت فيه حنا عادنا عادي على وياك شيئ عايت وخلطوها كي تحضر بيدك تهوشو كي تحضر بيدك تحضر بيدك تهوشو حلفت سهدنا عادي فلا تجبره على شيء ليست من الهوية تاعك التأقلم عنده حدود حدود التأقلم تاعك هو انه ما يخليكش تتخلى على الهوية تاعك جزائري ما يخليكش تتخلى على الدين تاعك مسلم ما يخليكش انت تتخلى على المكونات التاعك في المجتمع الجزائري وانت امازيغي عربي مهما تكون هذه تسمى الحدود الكبرى للهوية تاعك انت كجزائري لانه نعرف الناس كي يلحق العيد مثلا نهار تالي طحف تاع الخدمة وهنا تعرف بلي فرنسا ما يشوفوش الهلال يحسبوه حيث ده المسجد الكابير يديك لاريد في جال عيد ورمضان من القبل انا نعرف اقتش العيد نعرف اقتش تاع فرنسا نحنا من قبل اندك لاري بلي هذك النهار من جيش ليه اليوم غضوى من جيش بسكو اني عندي عيد ولا والأولادي يقرأ ومن ناحية قانونية هنا في فرنسا الاعياد المسلمين يجوزك ولادك من حقك ولادك ميرحوش يقرأوا واذا كان هذك النهار اكزامي يعودوهولك قانون هذا ياهنا في فرنسا العيد الكبير عيد صغير والمولودة دايرينو نعرف ناس كي يلحق العيد يروحوا يخلموا ويباتوا لدهم يقرأوا عادي دي فرنسا صغير علش مش يعيد اليوم اقولهم ويمة شوية تخونجي والله لما يحترموك تم احترموك خلينا نحك في العموم إنسان اللي قادر نعم قادر تدي وركبه لك مع بريشانا سيدي ولكش حاجة طامن عندك مصروف شي تعالو كانت راتي نهار يحوزوك شيء من المقصود نعم نعم كي تكون بياما في خدمتك وكلش علش لان لانه علش انتك كتاك مغتريب هنا في فرنسا لما يتعاملوا معك الناس بالحق ما يتعاملوش معك على أساس أوسامة ولا جمال ما يحد ما يعرفك انتايا شكون يعرفك انتايا توقع انتايا في خدغيك يعرفك انتا جمال ما يكبرش معك ما يعرفكش يتعامل معك على أساس هويتك من أنت مسلم جزائري عربي ولا مهما تكون شايف من هذا الباب يتعامل معك فلو تتنازل انتايا على الهوية تاعك هو رح يزدي ذلك اه اكزاكت هم يتعاملوش معك هم يتعاملوش معك سموش لكي نتعاملوش معك يضحك لك كونتو جور بصح هوا يستحقرك بصح الداخل يقولك يستحقرك شوف مرة كنت نخدم وكان معانا واحد يقصر كذا جرب يحكي على الفترة الاستعمارية في الجزائر حبسنا شاب اللي كان شوية شوية حدة بصكو تنايا واحدة من مالي كذا شاب اللي كان شوية حدة في الأمر فما اتطرقش افيتا شاب اللي كان يتعاملوش معنا زم حبي يكون إنسان مليح معنا حبي يحكينا بلاغ أبا البلاغ هذي كان يحكي على الكعبة قنا كوني سيلا بياه نوار لدور علي هكذا حبي يتعاملوش معنا ويه تحبس هذا الفيه سي ساكري بورنو سي كالكو شوز ساكري بورنو بلس كو ما في بلس كو مي بارون سي يتقال لك اقول له قنا ستون بلايك قلتم ما تقدرش تدير بلايك على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الله وعلى الدكعبة وعلى الدين وعلى السلاة وعلى بأي وعلى ما تقدرش قلت له احنا الحاجات اللي تمثل الدين تعنا اي ميتاكوتي ميتاكوتي استوعب الأمر من هذك النهار ولا مرزة تحكينا وفرضنا عليه الاحترام فالناس الاندماج في المجتمع الفلسي هو أنك انت تحترم القانون تحهم تحترم عادة القوم حتى في القرآن تعنا قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عين ما جيش انت يا إنسان تسبلوا الاله التعب لك في طريقة مباشرة لا يسب لك يسب الله تعالى ما تسبلوش الاله التعب ما كان ما تدخلك فيه إلا قدت انت تهديل الإسلام اللهم بارك ما قدرتش تلعفهم تسكت ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عين تحترم القانون الفرنسي هذا نوع من أنواع الاندماج تحترم عادات وتقاليد المجتمع حبي سهل عليهم شركي حبي دماغ انت دي كريسماس ما تديروش ما تديروه أنا ما دخلني شركي وما قول لك جوان يونوال ما قولها لك شجاع شركي ما قولها لك أنا صامتي غاسبا سمعت وتنم يقول لك صحائي ما يقول لك صحائي باش ما تخش من بمعه في الديبة هذي هو صام عيال صام ربي سهل لا بش نجد خلي هو حبي يجوع حجاع ما صام شوه بزاف يديرو رماركية اي انا اخترى واحد قالها لي قطلوه سيبالا بلو سيبالا صامتي غاسبا بسكوز السيام هو حجالي نبرك مغير موكلف به سمعت فأنا نقدر نتعامل معك نحترم الدين تعك نحترم الهوية تعك نحترم قانو الدبل اللي عيش فيها نحترمعك عن فرنسي جيسي المكسيمو تبالي عن فرنسي معك انت بسكو انت نحن فرنسي اكترا محيط العامل ما دم ناشلي هذا هو الانديماج بالنسبة لي اما هذا تقع ويحن نعرض ميكولاق فرنسي ويجيبونهم الشامبان هذا لاحما هو الانديماج هذا يسمو انسيلاخ هذا هذا بودة تفريقي بين الانديماج والانسيلاخ تأقلم تأقلم مع الوضعية التي تحيش فيها مثلا نحن نتأقلم مع الفيران مع الطبات نحن 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 تجفاري جميع تخلع كما عادي لا تندي عادي تأقلم بالله هو شاب قليل نظافة تأقلم بالله هو شاب خاسيس هو شاب يضربك من تحت لتحت تسمع يترجموا هذه الهضرة هذا وش الله صبحوا في المطار كأنك انت لا لا ما يترجموش ما يترجموش كتعرف تسمع بصح هذه خاسيس هذه من العفا كتخص هذه من تحت لتحت من تحت لتحت وشاب ما يواجهك شا لما تكون كان مشكل لا يواجهوك أعرف بالله الفرنسي لا يقابلوك لما تكون مشكل إلا إذا كانت في حق ونالي كانت في حق نقول هالك ديريكت ديريكت بكل وهذيك وحنا كمجتمع جزائري ولا مجتمع عربي ولا مجتمع مسلم نعفونا نحضروا لساننا حلو حنا متأدبين في الكلام حنا كيكون عندي مشكل معاك نجي نطرحولكم بطريقة حلوة ولا جي ديريكت أهتا في باتون تخباي أهتا في باتون تخباي ماذا تحسين حتى من نبرة الصوت حسب لي أنا إنسان يعني نحاول نطلب منك الأمر تقول لي والله ماذا تقول لك يا أخو لا تزرب بالنقدة لما تبارغ نزعف وما لأمله أه وي جمال تبارغ في توتخافاي فعلا وقع شو اسمك خدام عندي كان هيا أنا خدام ما خدمتش تربح اه اذا تزعفنا لكن تايا نيف 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 ما نخدمش تربح سمعت وهذه الأشياء اللي تخليك حتى ينتصدم دايماً بيناتنا اكزاكتو سمعت غير ذلك صدقني تبقى جزائري ولو عشت هنا السبعين سنة تبقى جزائري تبقى تبقى كبر غلطة سي تسمح في حسن الزعمة تبقى جزائري تبقى بس كهما ما راح يقبلوك صن بورصن دي ما يقبلوش أوبلي 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 ما أمامك شوالي إذا قبلك يبدير هلك في وجهك هك تعرف وإحنا أناك شغل يشوفك بالليالك تسيدي الحاجة كاللي انت ماشي حتى حتى في العرصتهم كي عرضوك للحفلتهم سي ت سي بيزا بو مو كنت أن أحضرنا سي بيزا شو شب صن با آلاز شو رحي أنا آلاز شو رحي أنا آلاز لعدة التقاليد ماشي كيف كيف كل شو بالعكس أنا شو بالإحنا كمجتمع ريش عادة لغيشات كولتورال سوسيال إحنا بالعكس لأنه الفرق بيننا و بينهم إحنا حاضرة ممتدة في التاريخ تكونت عبر عبر كتير من الأجناس من العصور كذا ومتقبلين ومتعايشين فيما بيننا عادنا ثقافة دينية عادنا ثقافة اجتماعية عادنا ثقافة أخلاقية وهي المنعدمة لهنا عادنا واحد ماتتوا نوعا ما وحد الوقت لكن الحمد لله إن شاء الله بشوى بشوى نعود أن نرجعوليها شو الدليل إلا أنك لما تلاق أنت بمغربي لبتونسي ولا ليبي ولا أي جنسية من جنسية العرب مرة زوش تقبلي مكاش حودود خلاص هل يتفلوي لازغولة سيانس هل يتفلوي هل يتلقى فرنسي بإسباني بكاش ريكي عدك هدك 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 فرنسي فرنسي إسباني إسباني إحنا لا عادنا مثل الشامي شامي بغداد بغداد ميان داريالي نحن يعني في الحقيقة أكملنا المجالات الخمسة أكملناهم سيبيا وفاصينا